الحقيقة ليس زلزال الدولار وتوابعه ومشأل بالسوق بعد ما كسر حاجز الـ 24 جنيه وكان فيه خبر بيقول هبوط جديد للعملة المصرية بعد تعويمها سعر الصرف بلغ أكتر من 24 جنيه مقابل الدولار رغم كده إعلام السيسي بقاله أيام بعد قرار التعوم ببشر المصريين أن الدنيا بمبي والجو ربيع والدنيا ربيع شأل بلي على كل المواضيع وأن الدنيا تبقى زي الفل وبرضه هو تاني ما بيتوبش يوسف الحسيني طالع تاني يقول بيتوقع انخفاض سالة دولارة من الجنيه مرة أخرى ما بيتوبش يا جماعة يموت الزمار واصبعه بيلعب وفي مثل تاني صعب أقوله دلوقتي مش عارف مين لو تابت تعمل ايه يعني ما فيهوش حل يعني ولو قلت روح في دهية مش بس كده ده الحسيني قالك خليك واسق في إجراءات الدولة ما عشان واسق اهو بعد وصوله دلار 24 خليك واسق في إجراءات الدولة ما عشان المصيبة ان انا واسق المصيبة يا بويش في ان انا واسق واسق انك انت في الدولة واسق في الدولة واسق انك انت اقتصادي وفاهم ينعل اللي يزعلك والله يرحم الدولار اللي هينزل الارض بعد سبتمبر لما قلت الدولار هينزل ولا يمكن هيطلع اهو الحسيني عن وصوله دولار 24 جنيه خليك واسق في جارة الدولة الحسيني يا حسيني مصيين نصيح الوجه الله اللي عنده دولار يطلعه قبل 15 ما استلعت له كل حاجة المشكلة ان الشغطة جات كمان في عمر قديم اللي لمح لانخفاض الدولار نسمع كده لو الناس وصلت لمرحلة انه الاشياء اما اتكلمش عن الاكل والسرب الاشياء كلها ابتدى يبقى سعرها باية ابتدى يبقى سعرها مش مقبول او ابتدى يبقى فيه استغناء وهذا اعجبس من خارج الان اللي هو لو سمعت انا مش عايز كلاي انا عندي تي شرتين حلبس التي شرتين انا عندها كذا عم كايان العيان يلبسوا هدوم السنة اللي فاتت انا فيه برا ناس بتفكر كده انما لو في كده ده يحصل وده بيحصل فعلا بسي زيد هنا حيبتدى يبقى فيه انصر اخر مؤثر على الدولار انه ممكن يبقى لحدش عايزه يعني توصل ولكن ده طبعا مش مكرا ولا بعده ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي انما على المادة البعيد يبتدى يبقى فيه المواطن انا مش عايز السلعة ديت فالراجل ده ما بيشتريش السلعة ديت فما بيستوردش مكوناتها ففي النهاية ما فيش ضغط على الدولار فيش حد عايز دولار كتير فيبتدي سعره يتم تبريده بعض الشيء لا لا ايا عمر وانت انت مجنون يا عمر وليه ليه انت قلته ده معلش صالح بعيد الحيطة الاخيرة بالنسبة للناس بقى وحضرات السادة ركزوا شوية نارجو التركيز عمر ضرب البرشامة فارجو التركيز لان عمر ضرب الحباية واللي بيقوله ده عمر على طول يطلع على مستشفى المجانين اسمع بقى بيقول ايه شرتين حلبس انتشرتين انا عندها كذا عم كان عياني يلبسوا في هدوم السنة اللي فاتت انا فيه بره نيس بتفكر كتير انما لو بتده ده يحصل وده بيحصل فعلا بس يزيد هنا هيبتدي يبقى فيه هنصر اخر مؤثر على الدولار انه ممكن يبقى ماخدش عايزه يعني توصل لكن ده طبعا مش مكره ولا بعده ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي انما على المدى البعيد يبتدي يبقى فيه المواطن انا مش عايز سلعة دي فالراجل ده ما بيشتريش السلعة دي فما بيستوردش مكوناتها ففي النهاية مفيش ضغط على الدولار مفيش حد عايز دولار كتير فيبتدي اقتصاد يا عامل اللي انت بتقوله ده مفيش اقتصاد ليه؟ حضرتك بتقول ان نبطل نشتري بكثرة الشعب كله يبطل يشتري هدوم يبطل يشتري لبن يبطل يشتري دواء يبطل يشتري حمص فببقى الراجل اللي بيصنع الحمص مش هيستورد فما تضغطش عالدولار شوف النصحة بقى ده انت عامل زي واحد حاب يدخل الكهرباء ببيته فبقى نص البيت عشان يدخل الكهرباء في نص التاني عامل زي واحد حاب يولع البيت فولع فيه حريقة يا عامل ما هو أنا لو ما اشتريتش الراجل صاحب المصنع ده يشتغل ايه؟ هيشوي دورة الساعة خمسة عالكورنيش طب يشوي دورة الناس اللي بتسغل عنده هتاكل عايش من اين يا عامل ما المؤسسة هتقفل المنشأة ستغلق بجد يا عامل انت سكران يا وقت حبايا لانه محادي شول الكلام انت بتبدأ ابدا اطلاقا كلنا ما نشتريش وكلنا مش هالف ايه؟ اوه وبعدين ما نشتريش الراجل ده فالراجل ده بطل يستورد طب ما الراجل ده بطل يستورد وبعدين قفل المصنع طب وقفل المصنع الناس اللي في المصنع راحت والمحلات اللي بتاخد منه من المصنع راحت ويبقى قدامنا ايه دلوقتي يبقى كنا جعانين مع بعض وعريالين مع بعض بلبيس يا ده انت اعقل ايه الكلام اللي بيقولوا ده؟ ده يقولوا خالد الجن دي يقول ماشي اوه بيخبط في الشريعة وفي الفقه وفي كل حاجة في الدين عادي ما جاتش على اقتصاد انما عامر مفروض انه راجل بتاقتصاد لما كلنا حضراتنا بطل نشتري كاوتش عربيات كاوتش كل الناس بطل تشتري الناس اللي بتستورد دي هتقفل المحلات العربيات هتقفل سوق العربيات هيشح شوف بقى كم مليون أسرة في القصة دي راحت طيب الميكانيكيه اللي بيصلعوا العربيات ناموا وكل الصناعات المغازية لها ما ده اللي بيحصل يا عامر يعني انت عايز تقول الناس احنا كلنا كده نجمع مش عايزين نشتري السلعة دي فالرجل اللي بيستورد السلعة دي المصنع اللي بيجيب القطع الغيار او الخامات اللي ده طيب نعمل ايه في الدواء انا اقول لك هالحاجة عامر دور على القصة دي علي افتكرتها دلوقتي مقساة مصر بتصدر دواء بستة بحاجة ستة مليون او خمسة وستين مليون حاجة زي كده بخمسة وستين مليون رقم كده يعني بتستورد بقى بكام بسبع مليار والله العظيم الرقم كان قدامي النهاردة لو دورتلكوا عليه مصر بتستورد مواد خام وحاجات كده للأدوية بسبع مليار وبتصدر بحاجة كده يمكن انا بجامل يعني بستين مليون نعمل ليه في الدواء بقى ما نشتريش الدواء كلنا كده نتجمع رجالة ايد واحدة يا بحجة وما نشتريش الدواء ونفلس شركات الدواء دي ونفرس الصيدليات ونفلس قسم صيدلة كله كلية صيدلات كلها تصريح في الشارع ده كلام بيقولوا ده كله عشان ينجوا النظام يعني عمر بيك انا قلتلك مبارح عمر ممسوك عليه حاجة لان عمر دخل في مرحلة الهرتلة يا عمر انت دخلت في مرحلة الحشيش الرسمي ومزيب يعني مش اصلي الكلام انت بتقوله ده قسما بالله الفيديو ده تتحاسب عليه انت نفسك ما حانش احاسبك بس انت ما تقعد تسمعه كده ايه اللي انا كنت بقوله ده قالي الناس ما تشتريش فالراج اللي بيستورد الحاجات دي يبطل يستورد فما نخف على الدولار لما فيه الاسهل ما احنا ننتج ما الصح كده الصح ان احنا بدل ما نستورد 90% من العتس نزرعه 97% من العتس احنا بنستورد حاجة 90% عتس من بره نزرعه القمح اللي اللي يتعيده نزرعه بدل ما نستورده ما ده الحل في بقى حل تاني ان احنا نوقف العاصمة الادارية ونوقف المليارات اللي راحت في العاصمة الادارية وتقف ستوب على كده ونركنها شوية ونشوف بقى هنعمل ايه في حل تالت نوقف المونوريل اللي رايح في الصحرة ده ابو ملايين 36 مليار نوقفه واجماعة اللي حاولوا تدونوا ايه ارشين من اللي اديناها لكم كده في حل تالت بقى نبيع القصور رئاسية والله نقجرها لقوتلات كبيرة شركات كبيرة زي ماريت والحاجات دي وهيلتون تيجي تقجر وتاخدوا وتدفع لنا فلوس والفلوس تدخلها في مشاريع وننتج ده الحل قزمة الدولار لو انت انتاجت ده على اي عيل داخل اول مبارح في كورية اقتصاد يقول لك كده لو انت انتاجت انت زرعت انت انتاجت هتخف الدولار من عليك الدولار هيبقى بجنيه هيبقى بريال لو انت مش عايز دولار لو انت زرعت مش تحتاج دولار لو انت صنعت مش تحتاج دولار لو انت كل حاجة زي تركيا كده العربية من الالف لتركيا مش تحتاج بقى سيارات بقى وتستورد من بره قطع غيار والكلام ده وكوتشات ده انت ما عندكش مصنع كوتش انه ما تقول الناس ما تشتروش فاللي بيستورد يقف يعني الراجل اللي بيستورد قطع غيار التلاجات ده يقف من الاستيراد فاحنا ما نشتريش فالرجل ده يفلس فالمصنع يقفل فالحل اللي بيشتري منه في شارع عب العزيز يقفل لانه ما بياخدش فيه رغم انه عمر في نفس الحلقة بيقول في نفس الحلقة ان الدولار ممكن يرتفع اكتر اسمعوا كده انا بسم المتوقعين انه يحصل نزلة ويحياء خالص يعني بس انا برضو مش عايز اقول لحضراتكم توقعاتي علشان ما يجزمش حد به انما انا بقول ان الامر حيخد وقت يعني مراخبتكم كل يوم للدولار ومبارات الدولار مع الجنيه حتستمر شوية لانه على ما يحصل هذا التوازن في السوق ونبتدي نشوف السعر الحقيقي ونبتدي السلع تدخل من المواني ونبتدي الشرايح بتاعت الدولار اللي مصر تقلبها تخش الخزايا يبتدي تشوف بقى سعر شبحة حقيقي للجنيه انما انت شايفه دلوقتي هو طاير يعني انت شايفه دلوقتي هو محلق حينزل فين حيطلع فين عيعمل ايه احنا بتدينا نشوف انه يعني كان الخوف النهاردة انه بفي حاجة اسمها الوفرشوتي اللي هو اعمل ترخ احنا شوفنا شوف سعر الدهب كام ويش اقولها تجميعة كده قلتها لكم بارح السعر الوقية والحاجات دي وهيطلع الناتج بتاعهم سعر الدولار طبقا لان الدهب الواحد وعشرين نهاردة الجرام الف ومتين وعش جنيه فسعر الدهب الدولار زي ما صح صديقي بعيتلي بستة وعشرين جنيه مش باربعة وعشرين هو مربوط بعملة الدهب لان الدهب قيمته سابتة في كل العالم مش سعره قيمته صحيح ممكن الدولار ينزل لانه هو عمر قال جزء مهم هو بيروح وبعدين يفضل ينزل ويت لحد ما يستقر على حد هينزل ويستقر عند رقم لكن هل دي هتكون نهاية الأزمة بلاش أنا أتوقع زي الهبيدة ونباتشيت السيسي نروح لأكبر مؤسسة مالية في العالم هل شايفة اللي جاي الجنيه يستقر ولا إيه صندوق النقد يحذر الشرق الأوسط من ظروف غير مواتية تحت بيقول ده في الشرق بلومبيرج قال صندوق النقد أن النشاط الإقتصادي في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 22 لكنه نصح المنطقتين بتوخي الحذر من زيادة الظروف غير المواتية عالميا وطالب الدول بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى التحرك الآن والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة في الإصلاحات الإهائيكلية وأن على مصدر النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات يعني في صدمات جاية في العالم تاني وده أحدث تقرير نشرته مجلة يعني فوربس الأمريكية بترشد فيه تطور الدين المصري في السوريلي تطور الدين العام الخارجي لمصر في 11 سنة في اطلع 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 آخر حاجة هو آخر حاجة 22 155 لكن هو في 2015 كان 48 مليار جنيه في 2016 أي انزل بقى عشان عندي حاجة حضراتي السادة ممكن أقومي أصالح بعد إذنك عشان فيه كلمة هنا للسيسي التفت إليها بعض الناس ده حجم الديون بتاعتنا من 2012 صورة يناير الحقيقة كانت 2011 تعرف ان سنة 2012 دي هي السنة الوحيدة اللي الديون دي نزلت ما قالتش يعني قصدي ما ارتفعتش اهو ف2011 يا حضرات كان دين مصر الخارجي 34 مليار بوينت فاصل 9 ف2012 السنة اللي بعدها كان 34 مليار يعني شرطة فاصل 4 يعني نزل خمسة خمسة مليون تقريبا نزل خمسة مليون او نزل نص ملي سوريا نزل نص مليار ليه بقول ده بقى لان السيسي دايما يقول البلد بازت في 2011 البلد كانت ضايعا في 2011 انتو عايزين ترجعوا في 2011 تاني تب ده احنا ده احنا في 2011 كانت ديون مصر 34 مليار فاصل 9 في 2012 اللي السيسي بيقول استلم البلد خراب كانت ديون البلد 34.4 يعني نزلت تقريبا نص مليار وهذه هي حضرات هي المرة الوحيدة في تاريخ مصر الاقتصادي اللي ديون مصر الخارجين نزلت فيها هتقول لي ايه الدليل هقولك الدليل في 2011 34.9 في 2012 نزلت الديون نص مليار 34.4 في 2013 43 زادت 10 مليار ناشي وخصور كمان في 2014 لما جابوز الاخص 2013 2014 بقت 46 مليار 46 من 43 زادت 3 مليار في 2015 بقت 48 فاتح على الرابق داس بنزين بقى في 2016 55 مليار فاصل 8 في 2017 79 من 55 79 فاصل 1 في 2018 داس قوي 92 فاصل 6 في 2019 بقت 108 مليار فاصل 7 في 2020 بقت 123 مليار فاصل 5 داس بنزين ف2021 بقت 137 فاصل 9 ف2022 بقت 155 وخمسين مليار فاصل 7 ارجع تاني عشان بس ايه معيز السيسي وبهليل السيسي بيقولها كانت خراب سنة خراب فين سنة خراب هذه السنة الوحيدة اللي ديون مصر خارجية من ايام عبد الناصر لحد الان نزلت فيها سنة 2012 نزلت نص مليار وبعدها عينك ما تشوف الا النور دي ديون مصر تبقى لمجلة فاربس الامريكية ما حدش يقول بقى انت بتقول وما بتقولش الارقام هي والارقام يا حضرات توضح لك اكتر من اي كلام يتقال اي كلام هنقوله هيبقى مالوش لازمة ده المستقبل وانت لما تشوف تطور الدين تلاقيه انه في سنة ست في سنة 14 الجنن رسمي في سنة 15 سوري الجنن رسمي ورح واخد قرد بتقى 55 مليار يعني واخد قرد قصدي من 48 خد قرد ارتفع الدين ل55 مليار كده وبعدين لما كان العظمة بقى واخداء الهابى كان واخده الشيطان واخداء بقى ونزل ساجدا امك بتولد رح اقوى نازل ساجد حاجة عجيبة جدا اطلع بقى انزل تاني انزل من 2016 انزل سوري اقف عن 16 بص بقى كانت 55 مليار رح سالف مبلغ رفع الدين ل 79 مليار لسه بقى الجنن والعظمة والمشية والحاجات وما دام انتصار عايزة شات كليهات وشنط وحاجات بيندي يعني فراح الدين بقى 92 مليار يا راجل السنة وفنى من 79 ل 92 مليار كام يا كام يا صالح كام مليار دول من 79 فاصل واحد ل 92 مليار 13 مليار فيه 13 مليار دولار الدرق وما ليه يعني هي اصر حاجات الالمزات والكليهات دي بفلوس كتيرة جدا يعني مش سهلة يعني مش حاجة سهلة يعني وخد بقى هواسات حاجة ده حضرات التطور الغير طبيعي هو طبيعي لدولة بيحكمها واحد بدناه هو بس ارتفاع الدين خارج المصر الى 55 مليار قادي قيمة الدين بالمليار دولار اهو في 2014 ده بقى بدئين من 2014 دول بدئين من 2014 لحد تحت لحد 2022 حتى نهاية مارس 22 كم بقى 155 مليار بارتفاع على اساس سنوي بنحو 23 مليار دولار تضاعف ضعفة ديون مصر ثلاث مرات خلال العشر السنوات الاخيرة نسبة زيادة 8% القروض الجديدة اللي اخدها السيسي من صندوق النقد خلت مصر في مكان تاني خالص ودي واحدة من انجازات السيسي بطل العالم في هبد الدولة وهبد مزانية الدولة بتأكيد اخل لنا تاني اكبر دولة في العالم مديونة لصندوق النقد زي ما بيقول موقع العين الاماراتي تاني اكبر دولة مدينة من صندوق النقد بعد الارجنتين تحتل مصر كثاني اكبر دولة في العالم استدانة من صندوق النقد بقيمة 11 مليار دولار ده من صندوق بس مش بس كده ده خليتنا الحقيقة اكبر دولة عربية مديونة لصندوق النقد زي ما البتاع ده بيشوف اكبر دولة عربية تاني دولة في العالم مديونة واكبر دولة في المصر 17 مليار دولار تونس بعدنا 2 مليار المغرب واخد مليار و95 مليون يعني حاجة فقرة قوي السودان واخد بمليار 29 يعني ناس فقيرة يا معلم عشان كده عزيز المواطن الإعلام شغال تحذير فيك هو عارف ان الوضع صعب وان الوضع رايح للأصعب والمشكلة في كل القطاعات وان اللي هيلبس مش مدام انتصار عدلاي عمر واكد قال جملة والله العظيم اهو توترات في الأسواق وحجب السلع وصلت قفزة للدولار الى 24 أسعار السيارات برضو زادت مش عارف تزداد بال85 ألف جنيه مرة واحدة زيادة في الأسماء انت عارف النهاردة كان فيه تقرير انا معرفش ده الحقيقة ده ولا لأ اهو أسعار السيارات تزداد 85 ألف جنيه حتى واحدة الله يرحم زمان لما كنا نشتهي العربيات بخمس تلف جنيه يا راجل حرام عليك 45 أهو في الفئة زادت 25 ألف إيه بقى الحل العبقاري في مواجهة الأسعار دي وزير التموين قالك أدعو المواطنين للتفليغ عن أي تاجر يبيع الرز أكتر من 50 جنيه مش مكسوف مش مكسوف أهو الحقيقة اللي مزادش في طريقه للزيادة سعر تسكرت متر الأنفاق أرخص من أجر تركن العربية أنا مستغرب من كامل وزير وانت بتكلمني ليه على العربية طب بفد أنا مواطن ما عنديش عربية ومبارك عربية هو أنا عايز تسألك سؤال يا كامل يا وزير وانت عامز عمر قديم بزرعة وقال لك ما ما تشتروش فنوقع في حال الناس اللي بتستورد يا بيقولك سعر تسكرة المترو أرخص من أجر تركن العربية وهو اللي بيركب المترو عنده عربية ايه القياس يعني يعني بنقيس ايه على ايه واحد ما عندوش عربية وربنا عفا من لكنة العربية ولقي مكان ويدفع عشرة جنيه وراح يركب أجر رخيصة اللي هي المترو فيقوله بس خلي بالك يا احمد ربنا يا احمد ربنا سعر تسكرة المترو في مصر أرخص من لكنة العربية برا طب أنا ما عنديش عربية أصلا وانا بركب المترو ليه قال له ايه شرمك على المر قال له امر منه ما عنديش عربية بركب المترو عندك بص عمر واكد قال جملة قبل ما طلع فاصل تنزل على 11 في نوفمبر انت هتاخد على دماغك ما تنزلش 11 نوفمبر هتاخد على دماغك برضو فانت حر أنا عجبتني كلمة عمر واكد دي بصراحة هتنزل هتاخد او ما انت فاكر نفسك هتروح الرحلة فاكر نفسك تطلع نزهة لا هتقولي خاف حلو قوي خليك بقعت في البيت بس اسمع هتقعد في البيت هتاخد على دماغك التقطع ايد بس هو هتتكلم لان خلص خلصت خلص رصيدك نافذت فرصتك فهي روح ما بعدك روح قال له يعني يعني اهو عمر واكد اللي عايز ينزل وياخد على دماغه ويتفضل واللي عايز يقعد وياخد على دماغه ويتفضل هو كمان ما تقلقش كده كده حضرتك هتاخد على دماغك وكاتب منقوة وانا الحمد لله قلتها عمر واكد هتقعد هتاخد على دماغك هتنزل هتاخد على دماغك فانت اختار واحد من الحلين هتقعد وتقول بقى بكر ربك يحلها ان السماء لا تمتر ذهبا ولا فضة والله ليس حدادا لديكم ليصنع السيوف والله لا يغير ما بقومه حتى يغيره ما بأنفسه كل ده موارد انت حار انا بقولكش ان لا ادعو للثورة ولا ادعو لتظاهر بس انا بقولك هتنزل اهو زي ما قال عمر واكد هتاخد على دماغك هتقعد هتاخد على دماغك واللي جاي صعب يعني اللي جاي صعب بس ساعة ما ييجي الصعب ده حلو ما تقولش كنت فين يا لأ لما قلت اه اللي جاي صعب